السلام عليكم ورحمة الله. معاكم دكتور عمر صلاح. ان شاء الله النهاردة هنراجع المحاضرة السبعة بمحاضرات الجاينة والاوبس بكورس للدناء. حضرتك او حضرتك جاء لك المريضة دي قدام عادة الصنار عندنا احتمال من الاتنين. لاما المريضة دي بطنها مليانة غازات وساعتها الصنار استحالة يتعمل. لاما المريضة دي غالبا حامل ومش في او شهور في الحمل. لا ده غالبا حامل في الساكند والثيرد الحقيقة ان فحص صنار الحمل بالذات فحص لطيف جدا. الدكتورة بتبقى مبسوطة المريضة بتبقى مبسوطة الاهل بيبقوا مبسطين لانهما شايفين البيبي وبتفرجوا عليه. بس اللي بيتقرب بنا واللي بعايز يشتغل شغل مكتمل وقرب للحاجة للصح بيبقى متلغبط شوية. لان عندنا بيبي وعندنا ام والام ليها حاجات والبيبي ليها حاجات ومش عارفين نبص على مين فيهم بالزبط. ولا نبدأ بالمقاسات ونبدأ نقيس الفيمير لينت او نقيس فاحنا لازم نبقى في سكيمة معينة حضرتك مجهزة في دماغك قبل ما تبدأ الفحص. السكيمة دي احنا عملناها في حروف الانجلش. اي بي سي دي اي اف. وما توصل الاف تفتكر تو اف وتو ام كأنك بتقول ميل وفي ميل. بس تفتكر هنا ان احنا مغيرين البي الخفيفة ببي تي اي لا اللي هي بلاسينتا. يبقى منيوتك في لاوهد بلاسينتا سيرفيكس. بعدين بتشوف من دي دوبلر والاي الاي الايكو على الهارت وبعدين بعدين 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 تخش في تو اف وفيتل نامبر وبعدين تو ام ماجرمنتس وماتيرنال كونديشن سواء اليوترس والادينيكس. لو انت عملت الحاجات دي كلها يبقى انت عملت فحص تماما صح وتقريبا شب مكتمل. احنا النهاردة او في المحاضرة السابعة راجعنا ثلاث حاجات او خدنا ثلاث حاجات الامنيوتك في لاوهد والبلاسينتا والسيرفيكس. فاحنا خدنا الاي والبي والسي. الاي اللي هو الامنيوتك في لاوهد. امنيوتك في لاوهد ده المياه اللي حوالين البيبي. هنعلق على كم حاجة? هنعلق على تلات حاجات بالزبط. الاماونت بتاعتها هل هي كتير ولا قليلة? كلير ولا لأ? وفيها من ولا لأ. الاماونت طبعا بنسحب حاجتين حاجة اسمها حاجة اسمها طبعا قولنا من اتنين لتمانية من خمسة لخمسة وعشرين. اكتر من كده. بقى بنتكلم في سواء اكتر من تمانية او خمسة وعشرين. قال من اتنين او خمسة بنتكلم في اوليجو هايدرامنس. انش بس كده احنا كمان بنشوف هل الامنيوتك في لاوهد ده ولا في برضو. فاخد الحملة خالص ممكن نشوك في حاجة اسمها ونشوك ان البيبي ده ممكن يجي له حاجة اسمها وبعد كده بنشوف هل كمان في من برينز جول امنيوتك في لاوهد ده في اي جول الامنيوتك في لاوهد. وساعتها طبعا احنا بنخاف من حاجة مشهورة جدا احاجة قوية جدا اسمها ان واحدة منهم تمسك في ايد العيل او رجله وتقطعها له او تخلح. البي بنبص على البلاسنتا. احنا قولنا انغار بيت تقيلة البيت خفيفة ببيت تقيلة. عايز تبص فيها على وهل فيها مشاكل ولا لا? عايز تشوف الجزء اللي وراها هل هو كويس ولا لا? وبعدين هنتكلم على شوية حاجات. هي مكانها? هل هي مغطية كلها? ولا مارجنال وصلة بالمارجن بس? ولا حوالي اتنين سانتي من المارجن. من الانترنال اوس. هل هو قليل اوي? فنخش اكريتا واقواتها والبركريتا. ولا هل هو بدأ يزيد اوي? فممكن نشوكف وطبعا نشوكف في ريترو بلاسينتال هيماتومة. وطبعا انتكلمنا معايRe والبلاسينتال او صبقمي ايتك. واتكلمنا على شوية حاجات تانية في البلاسينتا زي البل Loot دي بلاسينتا والساудиة اللي هي لها رولد إن ايتش. واتكلمنا كمان على مع señora واللارج بلاسينتا. السي اللي هو السيرفيقس. بحرف السي انا عايز على بحاجة مهمة قوي هو بحرف السي برضو ولا لا. وقلنا ده عندي فيها حاجتين. اول حاجة شكله نفسه تحول من التي لاني واحدة للواي ولا الفي ولا اليو. وطبعا قلنا اليو اصعبهم. وكمان بنقيس من طوله. اللي باقي منه قد ايه? هل هو اقلم تلاتة او اتنين ونص سنتي. والجزء اللي حصل فيه قد ايه? وشكل الفانيل ايه? كل الكلام ده عايزين بقى نكتبه في الريبورت. يبقى لازم نعلق على النقط اللي جاية دي. في لازم تقولي وده دليل من هو ولا ولا. وتقولي ده كلير ولا 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 ولا. لا. البلاسنتا لازم تقولي هي ولا لا? لازم تقولي ولا كتيرة ولا أليلة. لازم تقولي حاجتها. لازم تقولي. الحاجم بتاعها ولا من برنيشيا مثلا. فيه اكسيسري بلسينتا ولا اقه. بعدين في الاخر خالص نبص على السيرفيكس. هل هو اقوم بتانت ولا اقه? وبص برضو المرة ليكون في اكتوبك سيرفيكال او في فوكال ليجان او فيبرويد او غيره. كده احنا خلصنا مراجعة المحاضرة السبعة.